كان اختفاء الأموال العامة والعملة الأجنبية من المصارف الليبية لغزاً محيراً، فكيف لبلد يطفو فوق الخيرات أن يغرق فجأة بين الفقر والأزمات؟ للأسف، فهذه البلاد ملاحوها لصوص أهدروا الثروات ومقدرات البلاد في صفقات ما هي إلا تغطية لعمليات غسيل أموال شركات هربت العملة الأجنبية واستنزفت الاحتياطي وأتلاعبت بأسعار الصرف في السوق الموازية فعلى سبيل الذكر لا للحصر، إليكم ما أدى إلى الحالة المزرية التي يعيشها شعب تحسده شعوب العالم على خيرات أرضه الساحة المالية في تونس غرقة بالأموال الليبية، فهي المحطة الأولى لأغلب رؤوس غسيل الأموال حوالي أربعة آلاف شركة ليبيا تم إنشاؤها في تونس تتعلق بتوهم الفساد وتحوم حولها شبهات غسيل وتبييد الأموال التتفقات المالية القادمة من ليبيا تأتي عبر اعتمادات مستندية مفتعلة للتغطية على عمليات معقدة ومركبة الهدف منها المضاربة وتبييد وغسيل الأموال وفق ما جاء في مخرجات التحليل الاستراتيجي للوضع المالي التونسي الليبي وهي دراسة من إنجاز اللجنة التونسية للتحاليل المالية صدرت سنة 2016 تكشف هذه الدراسة أن أبرز عمليات التلاعب تمر عبر فتح اعتمادات مستندية بليبيا من قبل شركات ليبية لفائدة شركات تونسية أو غير مقيمة تنشط في تونس عبر بنوك تونسية غير مقيمة وبعض البنوك المقيمة مثل مصر في شمال إفريقيا الدولي وبنك اليوباف الدولي بتونس والبنك التونسي الليبي وبنك تونس والإمارات وبنك البركة نسبة هامة من هذه الاعتمادات لم ترتبط بعمليات تجارة دولية حقيقية حيث كان الغرض منها المضاربة في سوق الصرف الموازي لتحقيق أرباح كبيرة وتهريبها خارج ليبيا أي بمعنى أن عشرات من الشركات الليبية ضخت رؤوس أموال لحساب رجال أعمال ومستثمرين تونسيين حتى لا يتم التفط لتجاوزاتهم من قبل أجهزة المراقبة وبحسب ما كشفه تحقيق أجراه موقع انكفادة التونسي أن من هذه الشركات شركة تدعى نجمة الشمال شكلت بأموال ليبيا وتعمل على تصدير البضائع إلى ليبيا ولكنها ليست الوحيدة فهناك شركة بنك اليوباف الممولة بالكامل من ليبيا ومقرها تونس عملت على تمرير الأموال من ليبيا إلى تونس بطريقة قال عنها ديوان المحاسب الليبي في تقريره عام 2015 إنها عمليات تهريب عملة إلى تونس لم يتوقف التلاعب عند هذا الحد بل تم تزوير كشفات تتعلق بنقل شحنات وهمية من البضاعة نتج عنها تهريب عملة صعبة من ليبيا مرورا بتونس منها قضية الزيت والسكر والأرز الفاسد إذ قام مدير عام شركة حدائق ترابلوس لاستيراد المواد الغذائية والأثاث ومواد الزينة مطلع عام 2014 بمراسلة مصرف الجمهورية الليبي لفتح ثلاث اعتمادات مستندية وذلك لتنفيذ عمليات تجارية تتعلق باستيراد كميات من الأرز والسكر الأبيض وزيت الذرة من تونس بقيمة تجاوزت 37 مليون دينار ليبي يتبين لاحقا أن هذه الاعتمادات لم تعرض على لجنة الموافقة بمصرف الجمهورية وأن المواد لم تدخل ليبيا بدليل أن الشركة لم تستلم المستندات الأصلية لاعتمادين وهو شرط لتستلم الشركة البضاعة وتنقلها إلى ليبيا وفعلا تبين وفق التحقيق أن الشركة لم تستكمل الإجراءات بعد أن تمكنت من تحويل العملة الأجنبية للخارج مرورا بتونس وبشأن الاعتماد الثالث المتعلق بالأرز فقد توصلت التحقيقات إلى أن الكميات نقلت في 110 حاوية 87 منها كانت تنقل أرزا فاسدا وهو دليل آخر على أن الشركتين المصدرة والمستوردة لم تكنا تسعيا لإتمام تجارة حقيقية الجانب التونسي اكتفى بدور المشاهد السلبي لمغسلة الأموال الليبية وهي تتواغل في الصاحة التونسية دون أن يحرك ساكنا ورغم اعتماد البنك المركزي الليبي آليات واستراتيجيات لمكافحة غسيل وتبييد الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن ذلك يضاعنا أمام شك إذ كان البنك المركزي قادرا أساسا على ضبط جرائم من هذا النوع من الفساد رواند العبيدي ليبيا الحدث